بعد رفع جلسة التصويت على رئيس جديد للبرلمان أصبح وضع مجلس النواب خارج قدرة ال-329 نائب على التحكم في مسار السياسي والتمثيلي وبصرف النظر عن تداعيات ما حصل في تلك الليلة فأن المجلس الآن معطل بانتظار ما سوف يصدر عن المحكمة الاتحادية بشأن مصير جلسة التصويت وإيضا ما يمكن التتفق عليه القوة السياسية بشأن المرشحين إذن ما هو دور مجلس النواب اللي ما يقدر يكمل جلسة انتخاب رئيسه ومتى يقرر النواب بكامل إرادتهم بعيدا عن إملاءات الزعامات السياسية والأهم متى تحترم الخيارات الديمقراطية بعيدا عن المواقف المسبقة لهذا الطرف أو ذاك أسئلة كثيرة بشأن ما حصل وما يمكن أن يحصل في ظل كل ما جرى وما يمكن أن يجري خلال الأيام القادمة مجلس النواب عينوا على الاتحادية وأخرى على القوة السياسية محور إلى هذه الليلة مع سياسة نائب محمد عن نوز عضل اللجنة القانونية النيابية حياك الله حياك الله كما أرحب بالأستاذ الدكتور أصام الفيديو أستاذ العلوم السياسية مرحبا أهلا مرحبا قبل ما نبدأ أو ننطلق أو نحلق في حلقة الليلة أرحبها بتقرير وأرجع لكم